ماند الدجاج هنعمله النهاردة بالطريقة الأصلية بطريقة شيخ الماندي من ألز وأسهل أكلات الدجاج اللي ممكن تكلوها وتعملوها أول حاجة هنحضر الصوس اللي نتبل به الفراخ معنا ربع كوباية من الزيت وهنضيف على الزيت نص معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة مليانة من البهارات السبعة وكمان معلقة صغيرة من الملح ومعنا كمان معلقتين من صبغة الزعفران وبديل صبغة الزعفران لون الطعام الأحمر العادي وكميته لو لون الطعام ده بودر بتاخذ ترطوفة معلقة من لون الطعام البودر وضفيها على معلقتين من المياه وضفيهم على تتبيلة الفراخ بعد كده هنقلب المكونات دي مع بعض كويس جداً بعد كده نتبل الفراخ هناخد من الصوص اللي عملناها أو من تتبيلة الفراخ اللي عملناها بفرشة وندهن بها الفراخ بالصوص اللي عملناها أو بالتتبيلة اللي عملناها لازم الفراخ كلها تدهن يعني لازم كل جزء فيها يدهن بالصوص أو بالتتبيلة دي بعد كده هنركن الفراخ دي على جنب وممكن نحطها في التلاجة لحد ما نحتاجها معنا ثلاث أكواب من الرز هنضيف عليه قرفة خشب وكمان حوالي ورقتين من ورق اللورة وكمان ليمونة مجففة وثلاث فصوص حبهان وكمان قرنفل صحيح وكمان فلفل أسود صحيح وكمان كمون صحيح ممكن تشيله جزء من المكونات دي ده كله حسب الرغبة وكمان هنضيف حوالي أربع معالق من زيت الطعام دلوقتي هنضيف معلقة صغيرة من الملح وكمان هنهرس مكعب مرق الدجاج ونضيفه وكمان كذا فلفلية من الفلفل الحرق الرز بياخد من نكهة الفلفل الحرق بس ما بياخدش من طعمه الحرق خالص وبنفس الكباية اللي عيرنا بيها الرز هنضيف ست كبايات من الميا يعني لتلات كبايات رز ست كبايات من الميا والميا عادية من الحنفية يعني لكل كباية رز كوباية من الميا ونقلب الرز مع المكونات دي ومع الميا والاضافة الاخيرة نص معلقة صغيرة من السمنة البلدي في ناحية من الصينية وكمان نص معلقة صغيرة من السمنة البلدي في الناحية التانية من الصينية والاضافة دي اختيارية بعد كده هنجيب شبكة وممكن نستغنى عن الشبكة دي بورق ألمونيا هنحطه كده عصانية وهنحطه فوق الفراخ بالشكل ده بعد كده نغطيها بورق ألمونيا ونقفلها من الجوانب كويس جدا طبعا بنكون مسخنين الفرن من ربع ساعة بندخلها في الفرن الفرن سخن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة او ساعة وربع وممكن ساعة وثالث بعد كده نطلحها من الفرن بتكون استوت هنشيل من عليها ورق الألمونيا وهنحط طبق استلس وأنا مولعة فحمة على النار هحط الفحمة دي في الطبق الاستلس ده بعد كده هضيف على الفحمة دي نقطة زيت واحدة وأغطي الفراخ عشان تاخد من ريحة الفحم دي هغطي الفراخ لمدة خمس دقايق فقط بعد كده اكشفها تاني وأشيل الطبق اللي فيه الفحمة خالص أنا خلاص مش عايزاها شايفين الفراخ شكلها حلو جدا ازاي ممكن تتاكل كده وممكن أشيل الشبكة اللي عليها الفراخ دي أدخلها تحت الشواية حوالي 3 دقايق فقط يدوب بس تتشمع أو الطبقة الخارجية للفراخ تنشف شوية بعد كده أشيل الفراخ وأحطها فوق الرز في الصانية وممكن كمان أفض الرز ده في صانية تانية وأحط الفراخ عليه دلوقتي هنعمل صوص أو صلصة المندي هنجيب شفشق الخلاط وهنحط فيه حوالي 3 طمطميات كبار وهنضيف عليه حبيتين من الفلفل الحرق وحباية واحدة من الفلفل البارد سواء أخضر أو أحمر وهنعصر عليهم لمونة وكمان هنضيف عليهم حوالي أربع فصوص توم مفرومين أو غير مفرومين وهنضيف نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكسبارة النشفة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من الملح وحوالي ربع كباية من المياه ونخلط المكونات دي مع بعض كويس جدا بعد كده نفضيهم في طبق التقديم ونرش على وش الصلصة أو على وش الصوص ده شوية كسبارة نشفة بالشكل اللي انتو شايفينه ده طعم الصوص ده حلو جدا ومناسب جدا للمندي أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم واتجربوها وبالهنة والشفة والسلام عليكم